نتائج كرعة كأس إفريقيا لمبطوري الأطراف أو الصاق الوحدة مصر 2024 هقولك في الفيديو ده على المجموعات على نظام البطولة المنتخبات المشاركة موعد البطولة وأهمية البطولة السلام عليكم ورحمة الله جمعا باركة عليكم وكل عام وحضراتكم بخير رمضان كريم وكما عودناكم في قناتكم قناة كريم الهندوي كل جديد وكل الرياضات وكل أنواع الرياضات هتلاقوها عندنا بإذن الله هذا الفيديو سنتحدث عن نتائج كرعة كأس الأمم الإفريقية لمبطوري الأطراف أو فيما يسمى بالصاق الوحدة هذه النسخة ستنظم في مصر القاهرة تستضيف هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية لمبطوري الأطراف أو للصاق الوحدة عايز أقولك أن البطولة هتكون في الفترة من 19 إبريل 2024 19 أربعة 2024 وحتى 28 إبريل 2024 في شهر أربعة بإذن الله مشاركة 16 منتخب في هذه البطولة عدد كبير من هذه الفئة فئة مبطوري الأطراف اللي طبعا هنغطي البطولة بتاعتهم زيهم زي أي نوع آخر من الرياضة حقهم علينا نتابع الرياضات بتاعتهم نتابع البطولة الإفريقية لمبطوري الأطراف حقنا أو حقهم علينا نعرف الناس بهذه الأبطال أو بهؤلاء الأبطال من مبطوري الأطراف اللي تحدوا كل الصعاب وبيمرسوا الرياضة وبيمرسوا النشاطات والبطولات الرياضية حضر القرعة النهاردة دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البرارنبية المصرية ومحمد عادل حسني وصارة سمير مسؤولي اللعبة في مصر والمدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم لمبطوري الأطراف وأيضا فيه طبعا للاتحاد الدولي بالنسبة للمنتخبات المشاركة في البطولة 16 منتخب تم توزيعهم على 4 مجموعات بالقرعة النهاردة المجموعة الأولى اللي بتضم مصر والكاميرون ونيجيريا وبروندي المجموعة التانية ليبيريا والمغرب وأوغندا والسنغال المجموعة التالتة غانا وكينيا وجنبيا والجزائر المجموعة الرابعة فيها أنجولا وتنزانيا وسيرليون ورواندا يبقى 16 منتخب على 4 مجموعات المجموعة الأولى مصر والكاميرون ونيجيريا وبروندي المجموعة التانية فيها ليبيريا والمغرب وأوغندا والسنغال المجموعة التالتة فيها غانا وكينيا وجنبيا والجزائر المجموعة الرابعة فيها أنجولا وتنزانيا وسيرليون ورواندا عندنا من المنتخبات العربية منتخب مصر في المجموعة الأولى البلد المنظم طبعا للبطولة عندنا المنتخب المغربي في المجموعة الثانية عندنا منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة دول الثلاث منتخبات عربية اللي هيشاركوا في هذه البطولة كأس الأمم الأفريقية لما بطول الأطراف الساق الوحدة مصر والمغرب والجزائر نتمنى لهم التوفيق كل الدعم والمساندة من قناتنا قناة كريم الهندوي نظام البطولة زي ما قلت لك اربع مجموعات كل منتخب هيلعب تلات مباريات يتأهل اول وتاني كل مجموعة الى دور ربع النهائي دور التمانية يعني بعد ما كل منتخب كل منتخب في مجموعته يلعب تلات مباريات اصحاب المركز الاول والتاني من كل مجموعة هيتأهلوا الى ربع النهائي دور التمانية بعد كده مباريات اقصائية بخروج المغلوب ويتأهل اول اربع منتخبات الى دور الاربع دور النصف النهائي وبعد كده مباريات ترتيبية لكل المنتخبات البطولة كلها هتترتب من واحد لستاشر المراكز من واحد لستاشر من هنا نروح لاهمية البطولة كونها بطولة كأس الامم الافريقية طبعا حاجة مهمة جدا ايضا الاهمية التانية ان اصحاب الخمس مراكز الاولى اول خمس منتخبات في الترتيب النهائي للبطولة هيروحوا الى كأس العالم لمبطوري الاطراف الفين ستة وعشرين يعني البطولة الافريقية موهلة الى كأس العالم لمبطوري الاطراف الساق الواحدة الفين ستة وعشرين نتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب الجزائر يكونوا من الخمس مراكز الاولى في البطولة الافريقية لمبطوري الاطراف عشان يروحوا كأس العالم لمبطوري الاطراف باذن الله الحمد لله منتخباتنا العربية المشاركة عندها منتخبات كويسة عندها منتخبات جيدة تقدر تنافس في هذه البطولة اقصد هنا مصر والمغرب والجزائر انا شايف ان فيه منافسة ما بين منتخب مصر ونيجيريا في المجموعة الاولى والكاميرون ايضا ليبيريا هتنافس المغرب في المجموعة التانية ايضا منتخب اوغاندا ايضا منتخب غانا والجزائر في المجموعة التالتة المجموعة الرابعة طبعا منتخب انجولا وهي نفسه منتخب رواندا وتنزانيا ده بالنسبة لتوقعاتنا للمنافسة في الاربع مجموعات انت هنا بدورك اكتب توقعاتك للاربع مجموعات مين يقدر يتأهل من كل مجموعة الى دور ربع النهائي ومين الخمسة اللي يقدر يروحوا كأس العالم اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى دعم القناة بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتابع معنا كل البطولات الرياضية في اي مكان واي فئة هذه المرة كأس امم افريقيا لمبطوري الاطراف الساق الوحدة واجب علينا نطلع نتكلم عليهم ونديهم حقهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته